اشتركوا في القناة بخصوص الحصار على المدينتين سبتاء ومليلية وهذه الندوة كانت تحت شعار الحدود الجنوبية الأوروبية ومن خلال هذه الندوة كانت مطالبة من الاتحاد الأوروبي لتدخل على الخط بحكم أن المدينتين تشكلوا الحدود ومن خلال الاتحاد الأوروبي ليس فقط إسبانيا هو إسبانيا بشكل خاص ولكن الاتحاد الأوروبي بشكل عام وطالبوا تدخل الاتحاد الأوروبي باش يشوف حل مع المغرب باش يتحلوا دوق الحدود كذلك قد نهضروا على واحد الخبر اللي راش بزاف البارح وواجم واحد الموقع إلكتروني قد نهضروا عليه وقد نهضر كذلك لأمر مهم بزاف بخصوص الأخبار وبخصوص الإخوان اللي يديرون نفس الطريقة ديالي يعني كي يجسلوا أخبار للمهاجرين متفاعا ما في إسبانيا باللغة العربية كي يسهلوا عليهم يعني أنهم يبحثوا في أخبار وهذه نهضروا على هذا الموضوع هذا هذا الخبر كيف يقول؟ كي يقول رسميا المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية من وإلى فرنسا إسبانيا والمملكة المتحدة هنشوفوا منين جاب هذا الموقع هذا هذا الخبر هذا وكذلك هنهضروا على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف الإخوان بغيتكم تبقى معايتها لآخر وأخيراً هنهضروا على الحلوة البائية في إسبانيا هنهضروا على الحدود المتراكم في آخر 24 ساعة هنشوفوا المناطق اللي سجلت أقل الأرقام وكذلك المناطق اللي بقى كتسجل أكتر الأرقام كما عودتكم دائماً في الفيديو هزي يلي ونبدأوا على بركة الله وكما قلت لكم الإخوان واحد الأزمة فيما يخص المدينتين سبتهم ليليا كانوا واحد الحيصار عليهم وما يقولوا بأنه كان حيصار من طرف المغرب وهذا الشي هذا ما جيش من كورونا وصافي يعني ما جيش من الوباء وصافي ولكن جاي من قبل جاي من اللي بدأوا الأحزاب السياسية اللي بالنسبة لي ما عندهاش خبرة في إسبانيا إن انشقاق ديال الأحزاب هنا في إسبانيا خلقوا واحد زوبعة ولو بعض الأحزاب اللي غير باش يضمنوا أصوات زائدة يعني يقدروا يشتتوا علاقات ديال واحد جدول اللي بيناتهم علاقات استراتيجية وهنا فعلا أنك شي ما طرح سبتها بالأخص المدينة ديال سبتها فاش بدأ الحيزب ديال بوكس الناشئ بدأ كي يهاجم المغرب واحد طريقة عدوانية والمغرب طبع الحال كانت عنده كان عنده موقف دياله وكانت عنده رضاة فعل ما كنقول ش بإن هاد المسألة هذي ما غضي يضطر غير إسبانيا لا غضي يضطر الجيء الطرفين الضطر إسبانيا والمغرب وهذا هو المشكل إنه فاش كتكون قلة الخبرة في السياسة والديبلوماسية كتتولد مشاكل بحالها هذي فهذا شي علاش حاليا إسبانيا وصلت للحد ديالها وبدأوا يعني بالأخص الناس اللي كي يعيشوا في ذلك المناطق هذوك لإن إلا جي تشوف راه المنظر لا يليق يعني أنك تكون عايش في واحد المدينة قدامك البحر والحدود البريية مسدودة إليك يعني إلا بغي تمشي تدرب ضويرة ستكتمشي تضلباطو باش تمشي للجزيرة الخضراء أو للملاغة باش تدرب ضويرة وترجع ما عندها التشي معنى ما عندها التشي معنى يعني كانت القراصك محصور يعني واحد الحصار بالنسبة للك وفي الولو في الخراء الشعب واللي يخلص الدق واللي يقول الدق سواء كانوا مواطنين إسبانو ولا مواطنين مغاربة اللي عايشين في ذلك المدينتين هذوك هم اللي جايين ما بين الأدراس ديال الحكومة فهم اللي وكنين تتقوا هم اللي مضغوطين هم اللي عايشين توطر نفسي وهذا الشي علاش خاص حلول خاص حلول لا من جهد المغرب ولا من جهد إسبانيا لأن في الولو في الخراء هذوك بشر إنسان بشر ناس كما بغوا يكونوا خاص حل يوصل لذلك المنطقة هذي وكين الناس اللي هما مغاربة وكين الناس اللي هما إسبان وما بغوا الضرار تلشي واحد منهم سواء الإسبان ولا المغاربة كانت منه حل يعني واسطي في أقرب وقت ولكن نشوفو إسبانيا كيفاش بتسكسدر على هذا الموضوع هذا وكيفاش هالتدخول اللي بغوا الاتحاد الأوروبي يدخل البارح يوم الجمعة كانت واحد الندوة كانت ندوة هنا في مدريد تحت شعار سبتا ومليليا الحدود الجنوبية لأوروبا وهنا كان واحد نداء نداء الدول للاتحاد الأوروبي باش تدخل على الخط يعني وهنا في هذه الندوة هذي كان واحد الخطاب مباشر يعني سواء من واحد الكولوني اللي اسميته أنتونيو سيراس واحد اللي هو قائد الحرس المدني الإسباني في مليليا كذلي كان واحد السياسي خور اللي تنوا في سبتا نفس الكلام كيقولوه كيقولو بإن خاصة الاتحاد الأوروبي تتخل في هذا الموضوع هذا ما مبقاش إسبانيا قادرة بوحدها إنها تحلو خاصة الاتحاد الأوروبي تتخل فيه لإنها مدام المدينتين تبعين السيادة الإسبانية وتبعين إسبانيا قادرة بوحد الاتحاد الأوروبي إلا ودخل الحدود قادرة تعتبر حدود أوروبية وهنا بغاوا الاتحاد الأوروبي أنه يدخل باش يحل المشكل باش يلقوا يحل مع المغرب وهنا يعني يذكروا المغرب على أن كذلك ذاك المدينتين كانوا كيلعبوا الصالح الاقتصاد المغربي كانوا كيلعبوا كذلك الصالح المواطنين المغاربة في الشمال كانوا كيدخلوا يتدوا عندهم هاد الناس حادوا قالوا بأن ماشي غير المغرب المدين لذلك المدينتين ولكن لذلك المدينتين كذلك المدينين المغرب بازالث ذي الأمور ولكن هنا كنا عود الرجع لسبب المشكل لسبب المشكل لأن المغرب كان يعني كيتعامل مع Saxop لم كانش عندهم Rh noch هاد relying هاد هاد نتيجة الأحزاب السياسية بخبرة قليلة، لا يمكن أن تعرف الموقف ضعيف في واحد المسألة، وعرف أنك تحتاج للجار لك، هذا هو المشكل. كونك أنك لجار لك أنت لا تحتاج له، أو لا تريده، أو لا تريده، أو أصلا تستطيع معه العلاقات، ما فيها بس إلى أطاقيته. ولكن أنت تعرف رأسك بأنك تحتاجه بأنك مازال تحتاج الخدمات، وتحتاج الكثير من الأمور كالناس التي تشتغل في سبتة وماليليا من المغرب، ومحتاجهم اليد العاملة في سبتة وماليليا، في الأحيان، كانت الكثير من المغربين لم يعدها في سبتة وماليليا، وقالتني أنك لا تصبب هذا الضرار، لا تصبح من أعمل لك، وأصلا لم تكن أسموني عديمة، لم تكن أتخذ الخدمة، أصل على الكفاءات، الميهن، الحرافيين، الحرافيين، المغربة التي كانوا يدخلون إلى ماليليا، لا أقول أن إسبانيا ليس لديها أيضًا، وإسبانيا ليس لديها الحرافين، لكن يريد أن يحيش في سبتة وماليليا، وإننا كنت واضحين لأخواة. وبالأخص هذه الظروف هي انها المدن بدون أدفل بمظهر جميع مشها googl عندما هل انتم تعيش في أحيان المدينة ينذ brown لاتم متأكدن salty يعني يكون فيها واحد الزيار واحد الظروف يعني صعيبة انك تعيش في واحد المدينة وهي الحدود فيها مشها لانتzarى للم therapeut يراكم التطور وهي هندين تضبط منه المغرب فهن هنا كنقول يعني أن إسبانيا في خلاصة القول تحتاج لتدخل أوروبي باش تحل هذه المشكلة هذي ونتمنى والخير في المستقبل وندوزوا الخبر تاني دينا الإخوان هنا كما قد لكم رسميا المغرب يعلين استئناف الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة كما كتشوفوا عندكم في الصورة هذا موقع إلكتروني اسمي كوالي سرريف جاء بالجدل كما دائما كيجي بالجدل اللي ما عشبني شفت المقال هذا صراحة الإخوان هو أن هذا الموقع الإلكتروني خرج ومخرش بالمصدر هنا ما خرج بالمصدر وتبعوه حتى واحد موقع إلكتروني أخر لي هو هذا اللي كتشوفوا لي ديال سبتة موقع ديال سبتة هو ونقل عليه الخبر وما كتشوفوا هنا في الصورة هو هذا توينفورماسيون دي ساوتا ولا ما عشنوه المهم ساوتا التيفي ولا ما عشنوه هانتا مرويكوس أنونسيا لاريانوداسيون دلالس كونيكسيونيس آيرياس كوم فرانسيا إسبانيا يرينون أنا ما كنكدبش الخبر وما كنأكدوش وهذا الشي عليش غادين جينا هدار لكم على واحد الفيديو ديال واحد الأخ وصديق اللي هنا في إسبانيا سميتوعتمان بارسلونا هدار على هاد الموضوع هادا فكل قبض زف ديان الناس بحل بغو يخلقوا بينتنا واحد العداوة ولا ما عشنو بغو وصفتولي الفيديو ديالو شوف أخويا هادا شنو كيقول شوف هادا شنو كيقول وعرف كونوماد الأشخاص اللي صفتولي الفيديو ديالو في تعاليق يعني بعض تعاليق وفي الواتساب في النمرة جديدة اللي درتديل الواتساب كونوماد الأشخاص هادوك ديالو أشخاص كيبغيوا يخلقوا الفتنة والعذاوة ما بين الناس ولكن السيد رغم ما قلتشي حاجة وهذا الخبر كيف ما هدر عليه هو بطريقة هذي كنت قدر نظر عليه السيد كيت تهاجم على واحد الخبر اللي اكدوا واحد الموقع الالكتروني ديالو بغيب المنطقة الإخوان إلا جينا نهاجموا هاد السيد هذا خلوش كي هدر على هاد الخبر مخصنج نهاجمه هو إليك الخبر كذيب مع أن هذا الموقع الالكتروني شكي يقول كي يقول لك يعني مصادر موتوقة وكي رسميا المغرب يعني نفس راحلات وكيقول مصادر موتوقة ومعطناش لمصدر الموقع الالكتروني ماشي الشخص وعليش هادك السيد هادك يتهاجم هادك السيد بغيب تهاجموه حيث يجلقيتوه دائر محتوى حيث يجلقيتوه غادي مزيان فأجي نشعلوه هاده مع سوفيان نصرف طول سوفيان يضرع عليه سمعوا السيد كنو قال أنا شكت الفيديو ديالو كنقال شي حاجة ديال اللعيب كنت عيدت لو كنت درس معاه ونقول له أخو يرى ماشي دك شي هو هادك ولكن سمعوا السيد كنو قال خبر المهم هنا لا حسب هذا الصحيفة كاتبين رسمية المغريدي يعلين استئناف رحلات الجوية من وإلى فرسا إسبانيا والمملكة المتحدة أنا من نسبة لي باقي ما كنش الرسمية ديالهات الخبر أخوتي نو كنفيرمو نو كنفيرمو قال لكم سيد مكينش الرسمية ديالالخبار نو لو كنفيرمو سيد جاهدر على الخبر كيفما كان نقدر عليه نهضر عليها نكيم ما كان يقدر عليه نتاكيم ما كان يقدر عليه الاخر لا أقل ولا أكثر وجاء وقال لها قال لك مكينش رسمية الخبر يعني ما غاديش نأكد الخبر عاليش حنا فينا هاد المشدس هاتي وخصتنا نخلقو إلا غاديته هاجم هاجم الموقع هاجم الموقع إلا كنكدوب رأى الموقع والموقع شنو كيقول 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 كاسيدي كشفت وكالة أنباء عالمية مقاش الاسم ديالها في قصاصة لها استنادا إلى مسؤول بمديرية طيارة المدني التابعة للوزارة السياحة والنقل الجوي عن استئناف الرحلات الجوية لنقل المسافرين في نهاية شهر ماي الجاري وأضافت الوكالة أن الأمر في البداية سيقتصير على ثلاث دول وهي فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة نحن نتمنى أن الخبر يكون بالصح لإخوان يرجعوا في حالة هم قبل 10 يونيو ولكن إلا كنكدوب هذا السيد هذا شنو وذنبو لماذا سنقوم بأطاقى وبعضياتنا؟ لماذا نحن نقوم بحالة هكذا؟ هذا هو المشكل، كنشوف محتويات في دول غربية الناس كنت هدر بحرية وما كان يلي كي هجمها وما كان يلي كي هدر في حد ما كان يلي تشي حاجة وإحنا خصنا ينخلقوا المناورات وخصنا جايين كي يرميوا لي الخبر ديال السيد هدر عليه هدر على هذا شو هذا شنو قال وانا عارف شكونوا مات الأشخاص هادو وما غادش نتحليهم في الفخ والسيد مقال تشي حاجة وتيلا بغيتوا تهجموه هراجاكم وقال لكم بالنسبة لي هذا ليس بخبر رسمي الخبر فشكي يكون رسمي كي يكون موتوق لا أقل ولا أكتر واندوزوا الخبر الأخير لانا الإخوان هنا قد نظروا على الحالة الوبائية في إسبانيا كيما ولفتكم كل نهار قد نظروا على المعطيات ديال يوم الجمعة بطبيعة الحال الحدود المتراكم كيما قلت لكم المؤشر اللي كيعطي اللي كيبير لنا فين غادية الحالة الإسبانية بطبيعة الحالة بطبيعة الحالة يتراجع بشكل كبير حاليا راه 162.03 يعني غادي في بإيجابية بواحد طريقة إيجابية يعني غادي كينزل المناطق اللي نقصت فيها البارح كانت ناقص 15 فينا برا ناقص 12 في مادريد وناقص 12 في الأيوسكادي هادو هما المناطق اللي نقصوا يعني مازال اللي غادي نكي نقصوا ما زالا البايز باسكو وخاك مزال بايز باسكو هي اللي فيها أكثر الحالة ولكن طاحش عليك فيما كانت من قبل كين بايز باسكو مادريد ولا سيودات الأوطنوما دي المليلية هما اللي عندهم الريزغو أكسترمو الريزغو ألتو كين أراجون، نابارا، لاريوخا، كاتالونيا، كاستيلا، منشا، كانتابريا، أندلوسيا، كاستيليون هما اللي فيهم الريزغو ألتو كاز بقى المناطق الاخرى كلها في الريزغو ألتو والمدينة الوحيدة اللي بقى يعني مزيانة، ماشي مدينة جوج مودن هي الكومونيدادس، الكومونيدادس هي كومونيداد بالنسيانا يعني كينة في الريزغو ألتو وحتى ديالسبتا، وبالنسيانا هي اللي أحسن الحالات كتسجل بطبيعة الحال في إسبانيا نتمنى الأخبار هذه، تكون قد تكون منتوبة بإخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال إخوان، نشوفكم إن شاء الله في فيديو أخر وموضوع أخر وتكونوا دائما في أحسن الأحوال أنتم في رعاية الله، السلام عليكم